بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي يعقدها معادر رئيس العام بهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند حفظه الله تبارك وتعالى في شرحه على كتابه الجامع في صفة الوضوء قال حفظه الله تبارك وتعالى في المطلب الخامس المتعلق بشروط الوضوء قال السابع الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء وهذا إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا وهذا قول جمهور أهل العلم أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار فيه قال ابن قدام رحمه الله وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلافا قال أبو عبد الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله إنما عليه الوضوء انتهى كلامه وذهب الأحناف إلى أن الاستنجاء سنة ويعفى عن أثره في محله ولو ترك الاستنجاء جازت صلاته مع الكراهة وقول الأحناف مصادم للنصوص الدالة على وجوب إزالة النجاسة وعلى الوعيد الشديد بالتساهل فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد أفضل خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلا يزال الحديث في بيان مسائل وأحكام الوضوء وقد وقف بنا الحديث في درس أمس على بيان شروط الوضوء ومن ذلك السابع الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء هذا الشرط للوضوء يسبق الوضوء والشروط خارج عن مهية الشيء وهذا الفرق بين الشرط وبين الركن فالركن داخل في مهية الشيء تقول هذه أركان البيت هذه الأركان داخل في البيت أركان الصلاة داخل في الصلاة من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة أما الشروط فهي خارجة فمن شروط الصلاة مثلا دخول الوقت فهذا خارج عن الصلاة كذلك من شروط الوضوء أن لا يتوضأ حتى يستنجي أو يستجمر إذا كان قد خرج من سبيليه شيء فلابد أن ينقطع الخارج من السبيلين ثم يستنجي فلا يكفي أن تتوضأ وقد خرج من أحد السبيلين شيء وأنت لم تستنجي أو تستجمر والاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة وما في معناها من الورق النظيف ونحو ذلك والمنادين لكن هذا الاستنجاء والاستجمار في حال خروج البول أو الغائط من أحد السبيلين وليس لكل خارج كالصوت والريح فإن الصوت والريح ليس لها استجمار أو استنجاء وكذلك الاستيقاظ من النوم ليس له استنجاء ولا استجمار بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ ولو لم يخرج منه بول أو غائط فإنه يستنجي أو يستجمر وهذا ليس من الوضوء وليس مطلوبا شرعا إذ الاستنجاء والاستجمار يكون بعد خروج البول أو الغائط وكذلك بعض الناس إذا استيقظ من نومه وأراد أن يتوضأ ولم يحصل منه بول أو غائط فإنه يستنجي أو يستجبر قبل أن يتوضأ وهذا لا معنى له فليس من الوضوء الاستنجاء والاستجمار الوضوء يبتدئ في فروضه بغسل الوجه بدءا بالمضمضة والاستنشاق وأما الاستنجاء والاستجمار فيكون عند خروج البول أو الغائط وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم في أن الاستنجاء والاستجمار إذا خرج البول أو الغائط وذهب الحنفية إلى أن الاستنجاء سنة وأنه يعفى عن أثره في محله ولو ترك الاستنجاء جازة الصلاة مع الكراهة وهذا القول قول مخالف لمقتضاء وما دلت عليه النصوص الشرعية الموجبة لإزالة النجاسة بل والوعيد على من تساهل في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر وهذا فيه الدلالة على أن الاستجمار أو الاستنجاء أو الاستجمار من من الواجبات والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين يعذبان قال وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله وهذا يدل على أن الاستنزاه من البول بالاستجمار أو الاستنجاء واجب لأنه لا تكون العقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم نعم قال شيخنا حفظه الله الثامن طهورية الماء وإباحته فيشترط أن يكون الماء طهورا لم يتغير بنجاسة ومباحا للمتوضع فلا يكون مغصوبا أو مسروقا ونحوهما والماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة بحيث لم يتغير شيء من أوصافه أو حكما بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية ولا تحصل الطهارة بمائع غيره لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلو كان هناك من المائعات ما يرفع الحدث غير الماء لم يجب الله عز وجل أن ننتقل إلى التراب لرفع الحدث مع وجود مائع غير الماء ففي هذا دلالة على أنه لا تحصل الطهارة إلا بالماء والإجماع يكاد يكون منعقدا على أن الوضوء لا يجوز بشيء من المائعات إلا بالماء وأجاز بعض الحنفية الوضوء بالنبيد وقول الجمهور هو الراجح في هذه المسألة واشتراط إباحة الماء مما لا خلاف فيه بقوله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه فإن توضأ بهذا الماء غير المباح له فهل يرفع حدثه الجمهور أن وضوءه صحيح مع الإثم لأن التحريم لا يختص بالطهارة ولأن النهي لا يعود إليها فلم يمنع صحة الوضوء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ بن باز وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن الماء غير المباح لا يرفع الحدث وهو اختيار ابن حزم وهو اختيار ابن حزم وهذه المسألة مبنية على مسألة أصولية معروفة وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا نعم الثامن من الشروط طهورية الماء وإباحته فلابد في الوضوء بالماء وأن يكون الماء طهور فالماء على قسمين ماء طهور وماء نجس فالماء الطهور هو الباقي على خلقته لم يتغير شيء من أوصافه سواء على الحقيقة أو حكما بحيث لا يتغير بما يسلبه الطهورية فكل ماء لم يتنجس بنجاسة فهو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس فكل ماء يجوز أن تتوضأ به ما لم يتغير بنجاسة ما لم يتغير بنجاسة فالماء لا يغيره شيء إلا النجاسة إذا تغيرت إذا تغير الماء تغيرت أوصافه أو تغير أحد أوصاف الماء بنجاسة والأوصاف ثلاثة اللون والطعم والرائحة إذا تغير الماء بنجاسة في لونه أو طعمه أو رائحته شممت فشممت منه رائحة نجاسة أو طعمه تغير بنجاسة أو لونه تغير بنجاسة فلا يجوز أن تتوضأ به أما إذا لم يتغير الماء ولم تتغير أوصافه بنجاسة أو أحد أوصافه ولم يتغير الماء في أوصافه بالنجاسة فإنه طهور يجوز أن تتوضأ به حتى ولو وقع فيه بعض المباحات الطاهرات كورق الشجر وتغير شيء من لونه أو الطحالب أو تغير بصدأ تغير لونه بمباح لكن ما زال بمسمى الماء وقعت فيه قطرة من حبر تغير لونه لكن ما زال ماء ولم يتغير بنجاسة تغير بطاهر هذا يجوز أن تتوضأ به وقعت فيه بعض أوراق الزعفران تغيرت لونه شيئا إلى الإحمرار أو الإصفرار يجوز أن تتوضأ به لأنه لا يزال ماء فكل ما يطلق عليه مسمى الماء ولو تغيرت بعض أوصافه من رائحة أو لون أو طعم بمباح وليس بنجس فإنه طاهر يجوز أن تتوضأ به فالماء إما طاهر وإما نجس إما طهور وإما نجس فكل ماء هو طهور إلا إذا تغيرت أوصافه أو أحد أوصافه بنجاسة لا بطاهر المسألة الثانية أن الطهار لا تحصل بغير الماء لو أن إنسان توضع بشاه أو بقهوة فإن هذا الطاهر من المائعات من الشاي أو القهوة أو العصير لا تحصل به الطهار لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس مدام أنه انتقل إلى مسمى آخر غير الماء فأصبح شاي أو أصبح قهوة أو نحو ذلك من الطاهرات غير الماء لا يجوز أن تتوضأ به لماذا؟ لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولا ينتقل إلى البدل إلا مع عدم وجود المبدل فالله جل وعلا لم يذكر من المائعات إلا الماء ولو كان يجوز أن تتوضى بغير الماء لذكره الله جل وعلا حتى لا تصير إلى التيمم مع وجوده فالله جل وعلا لم يذكر غير الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا المسألة الثالثة أن الماء لا بد أن يكون مباح يعني غير مسروق ولا مقتصب لأنه لا يجوز أن تسرق الماء حتى تتوضى به ولا أن تغتصبه من مالكه حتى تتوضى به فلا بد من إباحة الماء أن يكون الماء مباح ما جاءك من طريق محرم من سرقة أو اغتصاب أو نحو ذلك وهل إذا توضأ بهذا الماء غير المباح المغتصب أو المسروق هل يرفع الحدث القول الأول لا يرفع الحدث وهو مذهب الحنابل الصعيف مذهب أن الماء غير المباح لا يرفع الحدث وهو أيضا اختيار من حزم من الظاهرية القول الثاني قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية بأنه يجوز أن تتوضأ بهذا الماء المحرم الماء المحرم من طريق محرم وليس لأنه نجس لكن لأنه جاءك من طريق محرم من سرقة أو اغتصاب فقالوا يجوز أن تتوضأ به مع الإذن يأثم لأنه سرق هذا الماء أو اغتصبه لكن إذا توضأ به فالوضوء صحيح وهذا هو القول الراجح اختاره شيخ الإسلام من تيمية وجماعة من المحققين كالشيخ عبد العزم باز رحمه الله وهذه المسألة مسألة أن الوضوء بالماء المحرم يفسد الوضوء مبني على مسألة أصولية مشتهرة عند الأصوليين وهي مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا والخلاف في هذا أو التفصيل في هذا أن الفساد مترتب على النهي إذا كان النهي عن الشيء إذا كان النهي عن الشيء الذي هو شرط في العبادة أو في المعاملة على وجه يختص به فمثلا فيما يتعلق بالمعاملات إذا باع شيئا بثمن مجهول قال بعتك هذا قال قبلت ولم يعينا ثمنا فإن هذا قد نهى عنه الشارع بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصحابي نهى رسول الله عليه وسلم عن بيع الغرر هذا نهي والنهي يقتضي الفساد لأن الأمر يعود لذات المعاملة فإن المعاملة في النهي مثلا عن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة لو أن إنسان باع شيئا أولا قلنا بثمن معلوم بثمن مجهول هذا في وجه يختص به أو شرط في المعاملة فإنه لا يجوز هذا الأمر وهذا أيضا يفسد البيع أيضا إذا كان إنه يعود لذات العبادة أو المعاملة كالبيع بعد النداء الثاني هذا ليس فيه جهالة وليس فيه لو باع قبل النداء صح بيعه إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة النداء الثاني وباع بطل بيعه هل هذا عائد إلى البيع أم عائد إلى ذات العبادة بل هي عائدة لذات العبادة أو المعاملة أنها لا تصح في هذا الوقت أما المعاملة لو كانت في غير هذا الوقت صحت فهذا أيضا النهي يقتضي الفساد أما إذا كان وهو النوع الثالث النهي لمصلحة أحد الطرفين كبيع الغبل لو أن إنسان باع سلعة غبن فيها آخر زاد عليه في ثمنها زيادة ليست عادية أكثر مما تكون في العادة فغبن المشتري فإن النهي عن التدليس وعن الغش وعن أكل أموال الناس بالباطل يعم هذه المعاملة لكن لو راضي المشتري وقال لا أنا راضي ولو كان بهذا الثمن فإن المعاملة صحيحة مثل بيع الشات المصراه الذي يريد أن يبيع شاتا فلا يحلمها أياما حتى يكبر ضرعها فيظن من يشتريها أن هذا حالها في كل يوم فإذا حلبها أول مرة وجاء من الغد وجد أنها ليست على الحال التي اشتراها من أجل ذلك هذه المصلحة لو أنه قال لا أنا أبقي هذه السلعة وأرضى بها فالحق له والبيع صحيح فهنا النهي لا يختضي الفساد نعم قال شيخنا حفظه الله التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وذلك بأن يباشر الماء جميع البشرة المغسولة وأن لا يكون هناك ما يقول بين الماء والعضو المغسول فلو كان هناك حائل من عجين أو أصباغ أو نحو ذلك مما له جرم فإنه يجب عليه أن يغسل هذا العضو بإزالة ما يحول وصول الماء إلى هذا العضو ولا يجوز له أن يترك بعض العضو لا يصله الماء والدليل ما أخرجه مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظهر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك وما أخرج أحمد وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة واللمعة مكان صغير من القدم واللمعة مكان صغير من القدم لم يصله الماء فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء لأجل هذا المقدار إذ يلزم لصحة الوضوء أن يصل الماء إلى جميع العضو المقسول الوجه واليدين والرجلين ولا يمنع من وصول الماء شيء واختلف في الوسخ يكون تحت الظفر هل يلزم إزالته أم يعفى عنه فذهب الجمهور أنه يعفى عنه لأنه يستر عادة أشبه ما يستره الشعر من الوجه لأنه يستر عادة أشبه ما يستره الشعر من الوجه ولأنه يعصر تنظيفه ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اختيار شيخ ابن باز رحمه الله وذهب شيخ الإسلام إلى ذلك بشرط أن يكون يسيرا وطرده في كل يسير يمنع وصول الماء وأوجب الشافعية في الأصح إزالته وهو رواية في مذهب الحنابلة وقيد المالكية الوجوب إذا كثر الوسخ أو طال الظفر طولا متفاحشا نعم التاسع من هذه الشروط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لا بد أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء فإذا كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوجه أو في اليدين أو في الرجلين أو على الرأس فيلزم إزالته كالعجين كالمناكير للمرأة والأصباغ على الوجه ونحو ذلك فهذه لابد من إزالتها لماذا لأن الماء يجب أن يصل إلى جميع بشرة الأعضاء التي أمر الله جل وعلا بغسلها أو مسحها في الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك موضع ضفر على قدمه يعني بمقدار الضفر على قدمها لم يصبها الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك ولا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع وإعادة الوضوء إلا لأن ذلك واجب وأن وضوءه لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن وضوءك بل أصرح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه في ظهر قدمه مقدار لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد صلاته أن يعيد وضوءه وصلاته لأنه ترك هذا الموضع في ظهر قدمه على قدر درهم تلمع لمعة تلمع من أنه لم يصله الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة وهذا يدل على أنه لا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة هناك ما تحت الظفر من أوصاخ خاصة الذين لهم أظهار يعني طويلة فيتجمع بعض الأوساخ تحت الظفر الشافعية قالوا لا بد من إزالتها وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة وكذلك المالكية بقيد أنه يكثر الوساخ تحت الأظهار أو طال الظفر طولا فاحشا فإنه يجب عليها أن يزيل هذه الأوساخ لأنه تمنع وصول الماء إلى البشرة أما إذا كانت يسيرة فجمهور أهل العلم على أنه يعفى عنه يعفى عنه لأنه لو كان واجبا إزالة هذه النجاء للأوساخ التي تتجمع تحت الأظهار لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع مضنة وقوع هذا من بعض الصحابة ومع ذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا فالأمر إذا كان يسيرا فهو معفاعا نعم قال شيخنا حفظه الله العاشر دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم كمن به سلس بول أو ريح ومثلهم المستحاضة فإنه يلزمهم دخول الوقت لصحة الوضوء ولا يصلون بالوضوء الذي قبل دخول الوقت وهذا مذهب الجمهور والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة المستحاضة ثم توضعي لكل صلاة حتى يحين ذلك الوقت ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة لكل صلاة وذهب بعض أهل العلم ومنهم المالكية إلى أن أصحاب الحدث الدائم لا يجب عليهم الوضوء لكل صلاة بل هو مستحب واستدلوا بأن زيادة وتوضعي مدرجة في الحديث قال ابن رجب رحمه الله أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة ومعللة انتهى كلامه قال شيخنا حفظه الله والصحيح والله أعلم أن الوضوء لكل صلاة واجب ولا خلاف في ثبوت رواية وتوضعي لكل صلاة مرفوعة أو موقوفة ومثل هذا الأمر لا يكون بمجرد الرأي فهو في حكم المرفوع وعليه فصاحب الحدث الدائم يتوضع لكل صلاة ويصل الفريضة وما شاء من الصلوات النوافل ويقرأ القرآن ويطوف بالبيت حتى يدخل وقت الصلاة الثانية ثم يتوضع لها وهكذا وهو اختيار شيخ الإسلام وشيخ ابن باز قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صحح بعضها غير واحد من العلماء فقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد انتهى كلامه وقال شيخ ابن باز رحمه الله من كان حدثه دائما بالريح أو البول أو غيرهما فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج من الحدث في نفس الوقت أو في نفس الصلاة انتهى كلامه الأخير من هذه الشروط متعلق بطائفة وليس بكل المسلمين طائفة من المسلمين تصابوا بما يعرف بالحدث الدائم كسلس البول أو الريح أو في المرأة المستحاضة التي يخرج منها دم الفساد مستمرا معها هؤلاء يلزمهم أن يتوضأوا لكل صلاة فشرط الوضوء عندهم دخول الوقت لكن غير من ليس ب أصحاب هذا العذر له أن يتوضأ في أي وقت سواء دخل وقت الصلاة أم لا لكن الذي حدثه دائم لا بد لوضوئه حتى يكون صحيحا أن يدخل الوقت دخول الوقت في وقت الصلاة التي يريد أن يصليها إذا كان من أصحاب الحدث الدائم وهذا القول مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بانتجاح وهي تستحاب وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأي لكل صلاة حين يحين ذلك الوقت حتى يحين ذلك الوقت وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح والقول الثاني مذهب المالكية قالوا إن من كان حدثه دائم لا يجب أن يتوضأ لكل صلاة لكن يستحب له ومدار الخلاف على زيادة وتوضأي هل هي مدرجة في الحديث أم هي من الحديث وعلى كل فإن القول وتوضأي لكل صلاة يصح إما مرفوعا فيكون به حجة أو موقوفا وهذا مما لا يقال بالرأي فحكمه حكم الرفع ولذلك فالصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الوضوء لمن حدثه دائم شرطه دخول الوقت فإذا أراد أن يصلي الظهر لا يتوضأ حتى يؤذل الظهر ثم يتوضأ فيصلي ما شاء أن يصلي من رواتف ونوافل وقراءة قرآن وصلاة الفريضة إلى أن يخرج وقت الظهر فإذا دخل وقت العصر توضأ وضوءا جديدا وهكذا نعم قال شيخنا حفظه الله المطلب السادس واجبات الوضوء الواجب في اللغة يطلق على اللازم والثابت تقول حقك واجب علي أي لازم وثابت ويطلق على الصاقط اللازم محله كسقوط الشخص ميتا فإنه يسقط لازما محله لانقطاع حركته بالموت ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ميتة لازمة محلها على الأرض لأن العبل تذبح وهي واقفة ويقال وجب الحائط يجب وجبة أي سقط قال الطوفي رحمه الله التحقيق في الوجوب لغة أنه بمعنى الثبوت والاستقرار وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته انتهى قال شيخنا حفظه الله والواجب في الاصطلاح له تعريفات كثيرة منها ما طلب الشارع فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام ومنها ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه ويسمى الواجب الفرب والحتم واللازم وهو مذهب الجمهور خلافا للأحناف الذين يفرقون بين الفرض والواجب فالفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ضني قال شيخنا ابن بازر رحمه الله الفرض والواجب شيء واحد وهو الذي يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه يقال له فرض ويقال له واجب ولكن بعض أهل العلم يستعملون الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه وما كانت أدلته أضعف من ذلك يسمونه واجبا وإلا فالأصل الذي عليه جمهور أهل العلم أن الفرض والواجب شيء واحد هذا هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم وهو الشيء الذي قام الدليل على أنه لازم يستحق العقابة تاركه ويستحق الثواب فاعله وهذا يسمى فرضا ويسمى واجبا ولكن بعض أهل العلم مثل ما تقدم قد يتسامحون فيطلقون الفرض على ما قويت أدلته وصارت واضحة جلية معلومة من الدين بالضرورة فيسمون ذلك فرضا انتهى كلامه رحمه الله وواجبات الوضوء ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة هنا بيان لواجبات الوضوء فللوضوء واجبات وإذا قيل واجبات فمعنى هذا أنه يلزمه أن يفعلها ويأثم ويستحق العقوبة إذا هو تركها هذه واجبات والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب من تركه لأنه ترك ما يلزمه شرعا أن يفعله والوضوء له واجبات وهي ستة قد جاءت في الآية في سورة المائدة بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فغسلوا الأعضاء الأربعة فالأعضاء أربعة غسلوا ثلاثة ومسحوا واحد غسلوا الوجه هذا الواجب الأول غسل الوجه هذا الواجب الأول والوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق وسيأتي بيان ذلك الواجب الثاني غسلوا اليدين مع المرفقين الثالث مسح الرأس ومنه الأذنان الرابع غسل الرجلين الخامس الترتيب من أين أتينا بهذا من الآية أتينا به أن أن الله جل وعلا ذكر مسح الرأس بين المغسولات فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فجاء أدخل الممسوح بين المغسولات ولا يعلم لهذا فائدة إلا لوجوب الترتيب وإلا لكان فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم لكن لأن الترتيب واجب جاءت جاء الممسوح بين المغسولات ولا يكون ذلك بإدخال الممسوح بين المغسولات إلا لأن الترتيب واجب السادس من الواجبات أو فروض الوضوء فقد تسمى واجبات وقد تسمى فروض والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب فيسمون الواجب فرضا ولا يسمون الواجب فرضا وهذا على خلاف الحنفية لأن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب فما ثبت بدليل قطعي قالوا فرض وما ثبت بدليل ضني قالوا واجب الجمهور لا يفرقون وإن كان بعضها للعلم يجعلون الفرض ما كانت أجلته قوية والواجب ما كانت أضعف لكن الذي عليه أكثر الجمهور عدم التفريق فلذلك نقول واجبات الوضوء أو فروض الوضوء ستة يأتي بيان تفصيلها نعم قال شيخنا حفظه الله الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق الوجه ما يواجهك من الرأس وفيه العينان والفم والأم وله حد طولي وله حد عرضي قال القرطبي رحمه الله الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض انتهى كلامه فالحد الطولي قال شيخنا حفظه الله فالحد الطولي من منابت شعر الرأس للرجل المعتاد إلى من حدر من اللحين والذقن وحده من منابت الشعر للإنسان المعتاد وقولنا المعتاد يدخل بذلك من انحسر شعر رأسه من انحسر شعر رأسه فهو يغسل وجهه من منابت الشعر في الإنسان المعتاد وكذلك لو نزل شعره عن المعتاد فإنه لا عبرة به وإنما العبرة أن يكون الغسل فيما يتعلق بحد الوجه من جهة الطول من منابت الشعر إلى من حدر من اللحين والذقن طولا والحد العرضي من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن هذا كله يجب غسله وقد أجمع أهل العلم على تحديد الوجه طولا وعرضا وربما تهاون بعض الناس في غسل الوجه بحيث إنه لا يتأكد من وصول الماء إلى الوجه كاملا وخاصة فيما يتعلق بحد الوجه عرضا فإنه لا بد أن يتأكد أن الماء قد وصل إلى الأذن يمينا وشمالا بل إن غسل الوجه يتأكد فيه الغسل أكثر من اليدين والرجلين ويدل لذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيم والبيهقي أن علي بن أبي طالب توضأ لابن عباس رضي الله عنهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أقذ بيديه فصك بهما وجهه فقوله فصك بهما وجهه بيان لكيفية غسل الوجه وأنه غسله غسلا بليغا لا مجرد إمرار الماء وإنما ضرب الماء على وجهه كما جاء في الرواية الأخرى فضرب بهما وجهه والسر في ذلك أن الوجه يحتاج أن يتأكد المتوضع وصول الماء إليه لما فيه من التجاعيد وغيرها مما يلزم الإنسان أن يتأكد من غسله تماما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره وأن يمسح مآقيه لأنهما مضنة نبو الماء عنهما قال أحمد يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء والمضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه نعم الأول من فروض أو واجبات الوضوء غسل الوجه غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ما هو الوجه؟ الوجه الذي تواجه به الناس إذا واجهت الناس رأوا منك هذا العضو الذي يشتمل على العينين والفم والأنف وأيضا له حد طولي وحد عرضي أما الطولي فمن منابث الشعر إلى من حدر من اللحيين والذقر هذا الحد الطولي والحد العرضي من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى هذا كله وجه هذا كله وجه يلزم أن تغسله للوضوء ولذلك جاء في حديث علي وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء فصك به وجهه وهذا يدل على استمال الوجه جميعا بالغسل يلزم أن تعمى وجهك جميعا بالغسل ونرى بعض الناس إذا أراد أن يغسل وجهه للوضوء قال هكذا يغسل ويترك خاصة اليمين واليسار من اللحيين إلى الأذن بعض الناس بعض الناس لا يعمه بالماء لا يغسله بالماء وهذا خطأ يجب أن يغسل وجهه في الوضوء والوجه طولا من منابت الشعر من منابت الشعر عند الرجل المعتاد لو كان إنسان منابت شعره أعلى من المنابت المعتادة فلا يلزم أن يغسل بعض رأسه بل يغسل من المنابت المعتادة عند الناس أو لعظ الناس ربما ينزل منابت الشعر على جبهته فإنه يغسل هذه الجبهة ولو كانت فيها منابت الشعر لأن العبرة بالمعتاد وما استرسل وانحدر من اللحية والذقن هذا في الطول وكذلك في العر من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى نعم قال شيخنا حفظه الله والمضموضة والاستنشاق داخلان في الوجه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كلا خلاف عند أهل العلم في مشروعيتهما للمتوض وإنما اختلفوا في حكمهما على أقوال القول الأول أنهما سنة وهو قول الجمهور وحجتهم أولا أن الله لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اتفق الجميع على إيجابهما والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فتوضع كما أمرك الله ووجهه أن الله أمر بغسل الوجه وليس فيما أمر الله المضمضة والاستنشاق ومن غسل وجهه ولم يتمضمض أو يستنشق فقد فعل ما أمر الله به القول الثاني أنهما واجبتان وهو مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وشيخنا ابن باز واستدلوا بما يلي أولا عموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم ووجهه أن غسل الوجه يتناول ظاهره وباطنه فيشمل المضمضة والاستنشاق ثانيا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في وضوءه فإنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوءه في وضوء مما يدل على الوجوب ثالثا أنه جاء الأمر بالمضمضة كما في حديث لقيط بن صفوة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض القول الثالث وجوب الاستنشاق وسنية المضمضة وهو رواية عن أحمد واختاره ابن حزم وابن المنذر واستدلوا بأن الأمر بالاستنشاق جاء من قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر أما المضمضة فلم تأتي من قوله وإنما نقلت من فعله صلى الله عليه وسلم قال شيخنا حفظه الله والصحيح أنها منقولة من قوله كما مر في حديث لقيط قال الشوكاني رحمه الله القول بالوجوب هو الحق لأن الله سبحانه قد آمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء ورواه جميع من روا وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة انتهى كلامه وقال العظيم أبادي رحمه الله إن المضمضة والاستنشاق في الوضوء لا يشك شاك في وجوبهما لأن أدلة الوجوب قد تكاثرت قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض وقال عمر بن عبسة يا نبي الله حدثني عن الوضوء فأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في تعليمه له المضمضة والاستنشاق فمن تركهما لا يكون متوضئا ولم يحكي أحد من الصحابة أنه تركهما قط ولو بمرة بل ثبت بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تبلغ درجة التواتر مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما فأمره مع المواظبة عليهما يدل دلالة واضحة على وجوبهما وأما وجوبهما في الغسل فهو أيضا ثابت بحديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أو قال بشرتك قال ترمذي حديث حسن صحيح وصححه أبو حاتم فقوله أمسه بشرتك ورد بصيغة الأمر وظاهره الوجوب وموضع المضمضة هو الفم واللسان وموضع الاستنشاق لاهما منظاهر الجلد فيجب إيصال الماء إليهما وبينته الروايات الأخرى أنه بالمضمضة والاستنشاق والله تعالى أعلم انتهى قال شيخنا حفظه الله والسنة أن يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا أنه تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه بهذا الترتيب لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فإن وضوءه صحيح لكنه على خلاف السنة من الوجه الفم والأنف ولذلك ذهب العلماء إلى مشروعية المضمضة والاستنشاق ذهب العلماء بلا خلاف إلى مشروعية المضمضة والاستنشاق وإنما وقع الخلاف في الحكم هل هو واجب أو سنة لكن الجميع متفق على أن ذلك من المشروع أن يتمضمض وأن يستنشق فذهب جمهور أهل العلم وهم الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجب وعلى هذا لو تركهما المتوضع فإن وضوءه صحيح واستدلوا على أنها ليست بواجبة أن الله جل وعلا لم يذكرها في كتابه في آية الوضوء في سورة المائدة ولا أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فيما ذكروا ولا يوجد إجماع على أن غسل أن المضمضة والاستنشاق واجبة فما دام أنه لا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع فإنه لا تكون واجبة وحملوا ما جاء في أحاديث عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة كما في حديث لقيط مضمض فإنهم حملوه على المشروعية بالسنية لا بالوجوب والقول الثاني هو مذهب الحنابلة واختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية ومن القيم وعليه اختيار شيخنا شيخ بن باز وعليه أيضا اختيار الشوكاني رحمه الله بالوجوب أن المضمضة والاستنشاب واجبتان وذلك لأنهما من الوجه والله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم الثاني وهو من أقوى أدلة الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على المضمضة والاستنشاب وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحكى وضوءه عليه الصلاة والسلام تمضمضة واستنشاب كل الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا وضوءه تمضمضا واستنشقوا فلو لا أنه واجب لما كانت المحافظة والمواضبة عليه مع أيضا ما جاء بالأمر بالقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديثي لقيت من صبرة قال إذا توضأت فمضمض إذا توضأت فمضمض وفي حديث بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وهناك قول بالتفريق بين الاستنشاق والمضمضة قالوا المضمضة سنة والاستنشاق واجب وهي رواية عن إمام أحمد مختارها بن حزم وبن المندر قالوا لأن الاستنشاق جاء فيه النص إذا توضأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم فليجعل في أنفه يعني ماء ثم لينظر والمضمضة قالوا ما أتى فيها هذا القول والصحيح والله أعلم هو القول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء لما ذكرنا من الأدلة وفي الغسل أيضا من الجنابة في الغسل من الجنابة لأن المضمضة والاستنشاق داخل في الوجه وهي من البدن فعلي عليه أيضا يكون وجوب المضمضة والاستنشاق حال الغسل نعم متى يتمضمض هل قبل غسل الوجه ويستنشق أم بعد غسل الوجه السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجه لكن لو غسل وجه ثم تمضمض واستنشق فقد جاء بالواجب لكن السنة أن يرتب مضمضة ثم استنشاق ثم غسل الوجه قال شيخنا حفظه الله الثاني غسل اليدين مع المرفقين وهذا باتفاق أهل العلم قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وكل من رواصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غسله ليدين وفي بعضها حتى أشرع في العضب وحد اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين فغسل كفين داخل في غسل اليدين وجوبا وبعض الناس ربما غسل الكفين في أول الوضوء وهذا مستحب لكنه إذا جاء لمحل الفرض الواجب ابتدأ الرزغ وترك غسل الكف وهذا خطأ إذ اليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين فيجب عليه أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق وغسلهم المسنون أول الوضوء لا ينوب عن الفرض وهذا قول الجمهور وخالف في ذلك الأحناف فقالوا إن غسل اليدين في ابتداء الوضوء يجزئ عن الفرض ويسقط حدثهما فهي عندهم سنة تنوب عن الفرض وكذلك يدخل المرفقان في الغسل لأنهما من اليدين وإلى في قوله تعالى إلى المرافق بمعنى مع كما قال الله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم ولذلك لما وصف أبو هريرة رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وسل يديه حتى شرع في العضب وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ نعم الفرض الثاني من فرض الوضوء ومن واجبات الوضوء غسل اليدين مع المرفقين وهذا بالاتفاق لا خلاف في أن غسل اليدين مع المرفقين واجب ولا يصح الوضوء إلا بذلك وحد وحد اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين ويدخل معها المرفقين لقول ربنا جل وعلا إلى المرافق وإلى هنا بمعنى مع وحروف الجر تتناوب فمعنى إلى أي مع كما قال الله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم وهنا تنبيه بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ يغسل كفيه ثم يغسل وجهه يتمضمم ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه فيبتدئ من الرسل لأنه غسل يديه قبل ذلك وهذا خطأ لأن غسلك للكفين في أول ومبتدئ الوضو سنة ومحل غسل اليدين وجوبا بعد الوجه فيغسل من أطراف أصابعه إلى المرفقين يعني مع المرفقين ولا يترك الكفين عند غسل عند غسل اليدين هذا هو مذهب جمهور أهل العلم وإن كان الحنفية يقولون غسل اليدين في مبتدئ الوضو يجزع عن الفرض عند محله لكن الصحيح أنه يجب أن يغسل كفيه ولو كان قد غسلهما في مبتدئ مبوئه نقف عند الشرط الثالث وإذا كان هناك أسئلة والله أعلم وصلى الله على نبينا والله أعلم والله أعلم والله أعلم ترجمة نانسي قنقر